أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في الحيازات الزراعية بإحالة ملف مخالفات الحيازات برمته والمسؤولين الحاليين والسابقين عنها إلى نيابة العامة بيتهم تصل لشبهات رشاوة وتنفع وأصدرت اللجنة توصية بإيقاف هؤلاء المسؤولين عن العمل لحين الانتهاء من القضايا التي شبهت بقضية الإداعات المليونية يأتي ذلك فيما رفضت لجنة الميزانيات ميزانيات وحسابات ختامية لست جهات حكومية جديدة كما كان متوقعا أوصى تغرير لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية بإحالة المسؤولين في هيئة الزراع الحاليين والسابقين عن هذا الملف إلى النيابة العامة بتهم تصل إلى حد شبهة تزوير وتنفع واستفادة كما أوصت اللجنة بإيقاف المحالين لنيابة العامة عن العمل لحين الفصل بغضاياهم والسحب الحيازات المخالفة ممن حصل عليها دون استحقاق الإحالة لجميع المسؤولين في الهيئة المسؤول أو مدير الهيئة الأسبق والمدير الحالي بالإنابة أو بالوكالة وأعضاء لجنة الحيازات الزراعية في الوفرة وأعضاء الفريق المختص بفرج الملفات وأعضاء الفريق المختص بفحص الملفات وأيضاً أعضاء لجنة المختصة في الحضائر في الوفرة حالتهم جميعاً للنيابة من جانب آخر نغشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلماني اليوم تغديرات الباب الرابع للمصروفات الخاصة بالمشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة للإدارات الحكومية للسنة المالية الحالية وقدرت بملياري دينار بزيادة غدرها 4% عن السنة المالية السابقة وأكشف رئيس لجنة عن عدم تطابق المشاريع الحكومية في الميزانية الحالية مع خطة التنمية موضحاً بأن عدد المشاريع أكثر بكثير مما جاء في الخطة كما أشار إلى أن مشاريع الدوان الأميري بدأت تضاهي مشاريع وزارة الأشغال لا يوجد توافق بين المشاريع المدرجة في خطة التنمية والمشاريع الموجودة في الميزانية كنا دائماً نؤكد على هذا الموضوع لكن حتى الآن لا يوجد تطابق والأمر أيضاً نوجهه إلى الأخ الفاضل وزير المالية والأخت الفاضلة وزيرة التخطيط وكانت لجنة الميزانيات قد أوصت بالإجماع برفض الحساب الختامي والميزانية لست جهات حكومية وهي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة حمد النبهان من مجلس الأمة قناة الكويت